لا حلول عسكرية للأزمة في ليبيا والإطار الوحيد للتسوية السياسية هو اتفاق الصخيرات تأكيدات أممية جديدة على أن عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا يجب أن تمر عبر الانتخابات وعلى أرضية الاتفاق السياسي الموقع في السابع عشر من ديسمبر قبل عامين مرة أخرى ورغم تعدد المبادرات الأممية تؤكد الدول الأعظام في مجلس الأمن ضرورة التمسك بالاتفاق السياسي حتى مع الاعتراف بفشله وهشاشته وفقدان المؤسسات المنبثقة عنه للشرعية والمشروعية دعوة صريحة في بيان الدول الكبرى عبرت من خلالها على أهمية إتمام الانتقال السياسي ورهنه بإجراء انتخابات ووضع قانون جديد لها وإقراره والمضي قدما في مبادرة المبعوث الأممية بعد يوم فقط يكون قد مر على الاتفاق السياسي عامان وبذلك تنتهي صلاحية الأجسام التنفيذية المنبثقة عنه وهي المجلس الرئاسي والحكومة المقترحان والمجلس الأعلى للدولة ويبقى الاتفاق محل جدال قانوني وسياسي خاصة مع تعدد المبادرات الأممية واختلافها لم يكن اتفاق السخيرات نتاج توافق لبي شامل وعجزة الأطراف الموقعة عليه عن ترجمة بنوده على أرض الواقع ولم يتحقق شيء مما نصت عليه البنود ناهيك عن العجز المتواصل في معالجة أزمات البلاد الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة وبمناسبة مرور سنتين على توقيع الاتفاق المثير للجدل تتعالى الأصوات المنادية بضرورة استمراره ومواصلة الأجسام المنبثقة عنها عملها إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخاب أجسام أخرى تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع انتخابات تأتي ضمن مبادرة المبعوث لمميغا السانسلامة كأحد مراحل خريطة الطريق التي عرضها لحل الأزمة موقف مجلس الأمن الدولي يقطع الطريق على مساع عدة أطراف للاستئثار بالحكم والعمل على إطالة الأزمة وتأبيدها لغايات ضيقة ومصالح شخصية كما يقطع الطريق نهائيا على مساع قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر للسيطرة على الحكم وعسكرة الدولة عبر تفوذه لرئاسة البلاد من قبل الميليشيات الموالية لها وعن طريق إرغام المواطنين في المنطقة الشرقية على الإمضاء على عريضة التفوذ له لتولي الرئاسة ويتلقى حفتر من خلال دعوات مجلس الأمن صفعتين تبعثران أوراقه وتبدد طموحاته صفعة أولى عن طموحاته العسكرية فالدعوة صريحة وحاسمة في رفض الحل العسكري الذي طالما هدد به حفتر كل الأطراف السياسية والثانية تجعل من حمالة التفوذ له والإمضاءات على العرائض مجرد حبر على ورقة الرسالة الأممية لا تختصر على الأطراف الليبية المحلية بل تشمل كذلك أطرافاً إقليمية طالما كانت تعمل على إطالة أمد الأزمة الليبية ودعم الميليشيات في مساعيها لعسكرة الحياة السياسية ورفض الحلول التوافقية ووضع العراقيل أمام نجاح الحوارات الليبية وفي ظل انسداد الطرق على التسوية السياسية عن طريق حوار الليبي الليبي وعجز جميع الأطراف عن إيجاد توافقات شاملة يأتي البيان الأممي في مرحلة تتميز بالبطء الشديد في مسار إنجاز خطة المبعوث الأممي التي تتضمن مراحل رئيسية ثلاث وهي تعديل الاتفاق وعقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين ومن ثم جراء استفتاء لاعتماد الدستور تجرى على ضوئه الانتخابات الرئاسية والتشريعية وربما البلدية بشكل متزامن دعوات دولية متواصلة إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي وتجاوز المراحل الانتقالية التي أنهكت المواطنين تدعمها تحركات داخلية وجهود تدفع إلى التسريع في المسار الانتخابي تأتي على وجه الخصوص من المفوضية العليا للانتخابات والمجتمع المدني الذي يعمل على توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية غير أن كل ذلك يبقى راهنا بمدى صدقية الأطراف السياسية في تجاوز الأزمة ومدى قدرة المبعوث الأممي على إقناعهم بحتمية الانتخابات اشتركوا في القناة